تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 133 قضية تموينية بمضبطات تقترب من 1654 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 127 طن سلع غذائية مختلفة و27 ألف عبوة زيت طعم كما تم ضبط 1286 طن دقيق مدعم في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 118 طن كما تم ضبط 32 طن اسمنت و16 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط ما يقرب من 44 طن اسمنت و30 طن حديد تسليح كما وصلت وزارة الداخلية شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 33 قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبية بقيمة مالية بلغت ما يقرب من 171.5 مليون جنيه كما تمكنت وزارة الداخلية من ضبط مبالغ نقدية بلغت ما يقرب من مليوني جنيه مصري بالإضافة إلى ضبط ما يعادل 7.5 مليون جنيه عملات أجنبية مختلفة وضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة بما يعادل 162.5 مليون جنيه اشتركوا في القناة